بسم الله الرحمن الرحيم بقول فإنه جلم سر وأفضل الله لا إله إلا هو له الأسباء الحسنى وهلتك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأليم كذوء إني آنستن تعلي آذيكم مها بقبسنا وجدوا على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك أفضل عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا أدرتك بالزميع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فابدني وأقيم الصلاة لذكري إن ساعد آذي يدنا كادو فيها لتزا كل نس بما تزعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها وهو فضردع وماتك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأشبها على أنمي ولي فيها مآر بورا قال أرقيا يا موسى فألقاها فإذا هي حية تزعى قال أخدا ولا تخف سنعيدها سيرك هلولا وممجتك إلى جناعك تغلط بضاء من خير سوحنا يدن نرى لنريك من آيات الكبرى إلى بلاب العمل إنه طاء قال أربي جرعني صدري ويسر لي أمري وعضة من لساني يبقى قولي وجعني وزيرا من أليه آرون أخي أجد فيه عزي وحشيك في أمري كي نسفحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد تزيت لك يا موسى ولقد منانا عليك مرات النغرى إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن اخذ فيه بالتابوذي ما اخذ فيه باليام في الوحي اليم وفي الساحل ياخذ عدو لي وعدو الله وألقيت عليك محبة مني ولي تصنع على عيني يأتي بشيء أدوك فتقول هل أدلكم على من يقوله قرجناك إلى أمك كدق الرعينها ولا تحسن وقد تتنسن فمجلناك من الغم وبدلناك فدونا ولبتزدين في أهل مجل ثم جف على قدري يا موسى بصندك لنسي إذا فأنت وأخوك بآياتي ولا تنياك يتكري إذا فإلى بالعونة إنه ضعى فقولا له قولا لي إن لعله يتذكر أو يشاء قال ربنا إننا نخاف أن يضرط علينا أو أن يضغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فالياه فقولا إنا رسولا ربك بعض المعنى من في إسرائيل ولا تعذف قرجناك بآيات من ربك والسلام على من تبع الهدى إننا قد وعي أهلنا أن عذاب على من كذب وتبلع قال فمن ربكما يا موسى قال رب الذي أطى كل شيء قلقه ثم هذا قال فما بالقرون لولا قال علمها عند ربي في كتابه لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهاتا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا فيه أذواجا من نفات شداء كله برعا ونعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نعرجكم طارة النهى ولقدرناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجدنا لتعيجنا من أرضنا بسعرك يا موسى فنناثي أنك بسعرك اجعل مننا وبينك موعدا لا نعرفهم نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يشرى ما تضحى فتولى بالعمل فجمعك له دماتا قال لهم موسى غيلكم لا تكروا عن الله كذبا فإسحادكم بعذابا وأخاب من زرى فتنازعوا أمرأهم بينهم وزروا النجوة قالوا إن هذا لنساحلان يريدان أن يغرجاكم من أرضكم بسعرهم وإذا باب طريقاتكم البسعر فأجمعوك إذا كنتم ما تصفر وقد تعليم من سعر قالوا يا موسى إما أن تلقيا وإما أن نكون أول من ألقى قال قال باب القوم فإذا حبالهم وعزيهم يخيلوا إلي من سعر موحنا فأجز في نسيح بدم موسى قلنا لا دخب إنك أنت لعلى وأرض ما في يمينك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفدع الساحر عيد أذى فأوقي السحرة تجدى قالوا آمنا برب عارون وموسى قال آمنتم لأ قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أخطعنا إذيكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبا لكم في جذوحي النخل ولا تعلمون أينا أجد عذابا وأبقى قالوا لن نذلك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاطما أنت قال إنما تغضي هذه الحياة الدنيا إننا آمنا في ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكردنا علي من السر والله خير وابقى إنه من ياتي ربه مجلما فإنكه شهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عن نذلي من هذه الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تذكى ولقد أحينا إلى موسى أنزل بعباده فضرب لهم طريقا بالحلي لا تخاف دركا ولا تشع فأتبعه فرعون بجنوده فغشيه من اليم ما غشيه وأظل فرعونه ما هو وما أدى يا بني إسرائيل قد انجناكم من عدوكم وعناكم جانب طوري ليمنا ونسلنا عليكم المنة والسلوى كلوا من طيبات ما رزعناكم ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن جعل علي غضبي فاغدوى وإني لغطار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تدى وما أجدك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أذلي وعجتني لك ربي لد الله قال فإن قد فدنا أمك من بعدك وأظلهم السامري فرجع موسى إلى أمه لقبان أسفا قال يا أمي ألم يعيدكم ربكم عد عزنا أبطال عليكم العدو أمرتم أن يحل عليكم غضبون من ربكم فأخلفتم معيدين قالوا ما أخلفنا معيدك في مجلنا ولكن نحن منا أوزارا من زينة قومي فأخلفنا فكذلك عرق السامري فأخرج لهم إلا أن جزد له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أبدا يرون أن لا يسعوا إليه قولا ولا يملك له ذرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قول يا أمي إنما بدنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاقفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيت أمضل إلا تتبعني أضع صيد أمري قال يبنى أم لا تأخذ بالعياد ولا براسي إني خشيت أنت أولى فرقت بين بني إسرائيل ولم درقوا بقولي قال فما خذبك يا سامري قال بصرت بما لم يفضروا به فأخذت صفة من ذر الرسول فنبدتها وكذلك زولت لي نفسي قال فلا فإن لك في الحياة أنت قول لا مزاس وإن لك محيدا لا تخلفا وانظر إلى إلهك الذي رتعني عاقفا لنحرقنه ثم لننسبنه في اليم نسبا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلاه وذع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما فسبقه وقد أتنا كفل لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسألهم يوم القيامة حفلا يوم ينفخ في الصور ونعشر المجرمين لا يوم إذ زرقا يتخاف يدون بالهم إلا بالدموع إلا عشرا نعن العلم بما يقولون إن يقولوا أمدلهم طريقة للا بالدموع إلا يوم ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسبا فيتروها طاعا صصب لا ترى فيها عوجا ولا أمدع يوم إذ يتفعون داعي لا عوجا له وغشا هذه الأصباد للرحمن فلا تسمعوا إلا أمزا يوم إذ لا تنفعوا الشفاعد إلا منذن له الرحمن ورضي له قولا يعلموا ما بين إذهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنذ البجور للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاب ظلمهم ولا أظمه وكذلك أنزلناه قرآن عربيا وطرحنا فيه من الوحيد لعلاهم يتلقون أو يعدد لهم ذكره فتعال الله الملك الحقا ولا تجل بالقرآن من قبل أن يغضى إليك بعيه وقل رب بزني عمى ونقرأ إنا إلى آدم من قبل بنسية والنزل له حسر وعقنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولتوجيك فلا يخرجنك ما من الجنة بذلقا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرق وإنك لا تضمأ فيها ولا ضرحا فأسفز إليه الشيطان قال يا آدم أنا دلك على شجرة الخذ وملك لا يبلغ فأكد منها فبدلنهما سؤاتهما وطفقا يا صفا من عليما من وراء جنة وعصى آدم ربه فغوى ثم شباه ربه فتاب علي وانا قال بطامها جميعا بعضكم لقضي عدو فإما ياتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يسقى ومن أرد عن تقريب إن له محيشة منكا ونعشره يوم القياح التي عمى قال ربي لما حذرتني عمى فقد كنت فصيرا قال كذلك أدرك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم دونسا وكذلك نتسي ما نسرى فوالبيوم في آيات ربه ولا حذب لاخرة أجد وفقا أبدا يدينا هكا بلقنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مزاما خذب على ما يقولون وسبح في عمد ربك قبل طلوع شمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فتنفع وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمتن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم سرات الحياة الدنيا لنفرناهم فيه وللقوا ربك حلوه وأبقى وأمر لك في صلاة وصفح عليها لا نسألك لزقا نحن نرزقهم والعاقبة للتقوى وقالوا لولاياتنا بآياتهم لربهم أولمنا ذهم بجيناتما بالصعوب لولا ولو أن ألقناهم بعذابهم من قبله فقالوا ربنا نعنونا أرسلتا إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزق قل كلهم متربسون فتربسوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن تدع موسيقى